اطلق موظفان سابقان في مجموعة جوجل تطبيقا هاتفيا جديدا للرسائل الصوتية حصرا مراهنين على النمو المستجد للتقنيات الصوتية فبعد خمس سنوات من العمل لاطلاق تطبيقات وتقنيات حديثة منها النظارات الموصولة بالانترنت جوجل جلاس قرر خبير التسويق الفرنسي توماس جاينو ومهدس المعلوماتية الأمريكي جيف باكستر ترك عملاق الانترنت جوجل والتفرغ لمشروعهما الجديد نسمي هذا دردش عبر النقر إنها فكرة يمكنك من خلالها أن تفعل أي شيء بنقرة واحدة بواسطة النقر على شخص ما أو أن تبقى تضغط عليه للإجابة على هذا الشخص نحن نعمل أيضا ونفكر في جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر التي لن يكون فيها لوحات مفاتيح، ساعات ونظرات وحتى سيارتك نسيطر عليها من خلال صوتنا ونعتقد أن التحدث من خلال هذه الأجهزة منطقي تماما وبحسب توماس وجاف إن التواصل من خلال الصوت لم يتجاوز الزمن بل أن تطبيقات صوتية كثيرة ظهرت في الآوينة الأخيرة ما يؤشر إلى رغبة في الإبقاء على وسيلة التواصل الأولية هذه وعدم استبدالها بالتواصل الكتابي أو المسجل مسبقا